يا بصير وانت في رحلتك من الشتات الى اليقين اتفقنا ان لن يستمر الحب في البيت الا اذا استمرت الصداقة وعلى وجه اليقين طبيعة الصداقة بتتغير بتقدم العمر فاللي ما عندوش قدرة على التأقلم مع تغير الشخصية مع تقدم العمر هيصطدم كتير خدها كده حقيقة على وجه اليقين وانا بكلم النهاردة المتجوزين بقى لهم سبع سنين عشر سنين اتناشر سنة لما اتجوزت وانتو شباب في العشرينات او في بداية التلاتينات كان فيه شخصية معينة لو عد عشر سنين ده حد تاني القدرة على التحمل اختلفت وفيه اشياء كنت ممكن استحملها زمان دلوقتي خلاص عشان كده اذا تواجد السلام في منتصف العمر الانسان بيفضل بقى احسن شخصية لما السلام ما بيقاش موجود ما بين المتجوزين اللي في منتصف عمرهم الصدمية بتزيد وده اهم احتياج في منتصف العمر السلام يفسد السلام اللي من اكفل كتير الايهانة والاهمال والتوجيه والتحكم السلطوي فتكر دول كويس لما اتجوزنا واحنا في منتصف العشرينات او في اواخر العشرينات او في اوائل التلاتينات كنا ممكن نهزر هزار سخيف مع بعض والدنيا تتعكر كده ونتصالح بعد شوية او حتى نطول في الخصام عارف انت الشباب الصغير لما بيهزر مع بعض هزار تقيل وبعدين حد يقفش يوم تقفش يا عم بنهزر او احنا صغيرين دلوقتي احنا قدرتنا على التحمل ضعفة ربنا يقول الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة مش بس ضعفة في الجسم ضعفة في قدرة تحمل المناكفة العكارة والهزار السخيف عشان كده لما سيدنا النبي يتكلم على مسألة السلام قال لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا شوف تنافسوا في الحب تحابوا مش تحبوا تحابوا مين اللي هيدي حب أكتر أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم كلمة طيبة نظر الرحيمة الهزارة اللطيفة اللي ما فيهاش سخافة كتر المناكفة والعكارة في منتصف العمر لا ما بقاش فيه قدرة على المناهدة دي حاجات تانية الإهمال والإهانة بنزعق في بعض زمان بعض البيوت فيها شتم وفيها بهدلة فيها صوت بيعلق عين بتبرق حاجب بيترفع حاجب بتتكسر طبعا ده ضيوع للدين بس كان بيحصل وإحنا صغيرين لكن دلوقتي إحنا كبرنا ما بقاش فيه تحمل لكده للست اللي في منتصف التلاتينات ولا اللي في الاربعينات ولا الراجل بقى حمل التهزيق ده وما بقاش عندي في المنتصف العمر باك العمر بيتقدم بقاش عندي قدرة على أن أنا أجاري المستوى ده إلا لما أتصرف تصرفات قبيحة جدا عشان أعرف أدفع عن نفسي وده بيقتل الحب فمهم تبقى عارف أن بعد عدم موجود السلام والمناكفة أن الإهانة والإهمال لمشاعر البني آدم في المرحلة العمرية المتوسطة دي ده بيقتل الصداقة وبيقتل الحب وأقربكم إلى الله أقربكم لنشر السلام حاجة التالتة السلطوية والتوجيه والتحكم مئة مرة قلتلك وإنت كل مرة بتعمل كده عارف الطريقة دي اللي فيها فيها شيء من عدم المحبة فيها شيء من إحساس الملكية بس بالقسوة مش إحساس الـ ownership إن إحنا ملك بعض يعني إحنا جزء من بعض فيه ملك يعني ما تعملش اللي لما تقولي وإنت ما تتحركيش اللي لما يحصل كذا الملكية دي الإنسان لما بيكبر شوية في السن قيمة الحرية بتكبر عنه فأولا ما نبقاش أحرار لدرجة إن إحنا نبقى بنخلي بعض نغير على بعض بشكل سخيف ونبقى مش عارفين أحوال بعض بسبب البعد فدي حرية زائدة لكن في نفس الوقت يبقى فيه مساحة إن كل واحد يبقى عنده الرياضة بتاعته القراءة بتاعته الشيء اللي يخليه حاسس بوجوده مع مشاركة شريك الحياة في اختياراتي دي وكل ما طمننا بعض كل ما بقينا أقرب لبعض وكل ما دينا لبعض مساحة من الحرية المنضبطة بشرع ربنا وبرضة ربنا سبحانه وتعالى كل ما كان فيه مساحة أكتر من إحساس الأرض مش إحساس التحكم فدي تغيرات بتطرأ على السن لازم تتواكب معاها وترحل من شتاتك هو نبيتي فيه مشاكل ليه ليقين إن إذا لم تتعامل مع تغيرات السن استضمت كثيرا أيها البصير